هنروح لأخبارنا ونبتدي بكرة الياد يمكن الخبر الأهم أو الحدث الأهم اللي حصل يومين اللي فات وهي مباراة الأهل والزمالك في قمة كرة الياد والتي تلعبت على صارة الدكتور حسن مصطفى والتي خلصت أو مجمع الدكتور حسن مصطفى والتي خلصت نتيجتها 29-29 المباراة طبعا نتلعبت أول مبارح وخلينا أقول لكم حاجات معينة عن المباراة ونتكلم عن المباراة الشوت الأول انتهى بتقدم النادي الأهل 16-15 الشوت الثاني تنهى 29-29 بالتعادل بس في بعض النقاط الفنية كما تعودنا بنحب نتكلم فيها مع حضراتكم أولا مجمع الدكتور حسن مصطفى ليه بنقول عليه مجمع مش صالة الدكتور حسن مصطفى لأنه هو مجمع الحقيقة أولا فيه مركز أو مقر الاتحاد الجديد فيه صالة جيمانيزيا فيه فندق إقامة فهو مجمع متكامل يعني ممكن الفرقة تروحه ما تحتاجش تخرج عشان كده بيطلق عليه مجمع الدكتور حسن مصطفى والحقيقة المجمع ده أبهر كل الاتحادات اللي بتيجي تعمل انسبكشن أو تفتيش على بطولات دولية بيخش المجمع ده بيانبهروا الحقيقة فعشان كده هو اسمه مجمع الدكتور حسن مصطفى واللي تعامل على أعلى التراز على العالم أو على تصميمات في العالم من ناحية الأرضية والسقف وخلاف وخلاف ده ملاحظة الأولى اللي حب أوضحها لحضراتكم ده عشان كده اسمه مجمع الدكتور حسن مصطفى طيب مباراة الأهلي والزمالك ايه اللي حصل في المباراة؟ المباراة شهدت في أولها تفوق لنادي الأهلي تقدم لنادي الأهلي شفنا بعد كده ده شوت الأول شفنا بعد كده لنادي الزمالك واستطاع انه في الآخر يجيب التعادل وفي آخر وقت أو في آخر كام سانية قدرنا ان احنا نجيب هدف الستاشر وطلقنا الشوت الأول ستاشر خمستاشر الشوت التاني مش اكوى لغاية يمكن منتصف أو يمكن لا ديئة تسعة يعني وصل وكان ماشي اكوى لغاية الديئة تسعة ديئة تسعة حصل تحول نادي الزمالك كسف من هجومه كسف من اختراقاته نجح انه يطلع فيه على النادي الأهلي فرق ثلاث أهداف فرق ثلاث أهداف نجح النادي الأهلي كابتن ترى بحروس طلب تايم قاوت في تايم قاوت تاني فبدأ توجهات تختلف بدأ يناور بالتشكيلات النادي الأهلي عمل كومباك ورجعنا اكوى لتاني وتفوقنا فرق هدف تفوقنا فرق هدف وقبل المباراة بديئة وعشرين ثانية حط نادي الزمالك هدف التسعة عشرين التعادل خدنا هجمة لم نوفق فيها لم نوفق في هذه الهجمة وما نهيش النهاية اللي نقدر نحط بها هدف التفوق يعني على الورق احنا كنا أقرب دايماً اللي بياخد الهجمة الأخيرة بيكون أقرب للفوز طيب ده بيدل على بيدل إن الفرقين مستوى واحد لما فرقة تطلع والتاني يعمل كومباك والأنت تتقدم أو يحصل تقدم عليك وتعمل كومباك تزابزه بالمستوى ده بيدل إن الفرقين كويسين بس أنا باتكلم عن فرقتي فرقتي تزابزه بالمستوى ده بالرغم إن انت بتقدر تطلع على المنافس تات أربع أهداف وترجع تتأخر وتطلعهم تاني أو تجيبهم تاني معنى كده إن انت ينقصك الخبرة وهو ده اللي احنا كنا بنقول فرقتنا فرقة جيدة جداً وعمار سنها صغير الخبرة بتكتسب مع الوقت مع المباريات كل اللي احنا بنشوفه ده بيدل فرقتنا الخبرات اللي هي بتنتقصها و احنا كنا نقدر نفوز في هذه المباراة لو كنا وفقنا في الكرة الأخيرة لو كنا وفقنا في كرتين تلاتة في الدفاع يعني أصدقوا لي إن احنا كنا أقرب للفوز وده كعادة مبارايتنا مع المنافس بنبقى أقرب للفوز في كل المباراة اللي فاتت مع عدم مباراة واحدة يعني عشان أبقى صادق وكانت المباراة دي لها زروفها وكان حالة الفرقة نفسياً يعني في أسوأ حالتها ولكن في العادي احنا بنبقى كوى الجيم ورايبين جداً جداً من بعض في الوقت خلي بقى بلكم الكلام اللي هقولو ده في الوقت اللي المنافس بيعتمد اعتماد كل وجزئي على لاعب واحد المنافس بيعتمد على لاعب واحد والحقيقة هو لاعب إمكانياته الفنية عالية جداً يحيى الدرع لاعب إمكانياته عالية جداً ولعب السنة جاء يحترف في أقوى الدوريات في أوروبا فهو لاعب فعلاً إمكانته كبيرة حط سبع أهداف عمل خمسة أسست بأهداف وعمل خمسة أسست تانيين بس مخلصوش أهداف يعني أنا بس بديكم الأرقام في الوقت اللي المبا يعني هو حط يعتبر حط 12 جون من أصل 29 جمع أنت لما تعمل أسست وتودي لاعب على الجون فكأنك حطيته آه محطيتهش بإيدك ولكن وفي الإفاليويشن الأسست ساعت بيبقى أعلى كتير جداً من الهدف تقييم ققييمة يعني فلما المنافس بيعتمد على لاعب واحد فقط وبيعتمد هجومياً عليه بشكل كبير جداً هو صاحب إمكانية عالية خلينا أعترف يعني لعب نجم ومنتخب مصر وإيه وإيه وكلام ده كله وكان بيشارك زمان مع نادي الألفي بطلاط فإحنا فرقيتنا ممتعتمدش على نجم واحد فرقيتنا طبعاً محصر رمضان كان هو أفضل لعب وأفضل مسجل وسجل سبع أهداف على ما أتذكر وكان هو الباكل يمين بتاعنا وحرص المرمى شاهد التقلق شاهد التقلق من اتنين ناشئين يعني يمكن ده اعتبر أول مطش قاله وزمالك ليهو يعتبر أول مطش قاله وزمالك يشاركه يعني يشاركه بأريحية أو ياخده فرصة حقيقة من هم ياسر سيف وعندنا سيف هاني فوكس الاتنين لعيبة دول الاتنين لعيبة الزغيرين دول شاركه وأده أداء كويس وأجهده دفاعات نادي الزمالك وعندنا لعيب تالتهم الحقيقة اللي أنا يعني ان شاء الله متنبيله ببستوى كويس جدا وهو لاشين لاشين ملعبش بلعب باكرايت هو في مكان محصر رمضان عشان كده مخدش وقت أو ملعبش ولكن لاشين من اللعيبة خليكم فكروا الاسم ده لاشين بأمر الله هيعمل تحول كبير جدا في اليد في النادي الآن لعدة أسباب طول قامته طويل ما شاء الله قوته البدنية إيده السريعة من برة التسعة يعني ما بشوت من برة التسعة كانه بشوت من على الدايرة يعني ما شاء الله إيده سريعة يعني إيده مصبوطة موزونة لعيب كويس جدا فإذا هو ما شاركش واثنين زغارين شاركوا فده من أكبر الأهداف أو من أهم أهداف أو من أهم مكاسب المباراة هو مشاركة ياسر سيف وفوكس ولو خدنا متوسط أعمار الفريق فهو متوسط أعمار الفريق في بداية العشرينيات 22-23 سنة 21 سنة ده متوسط أعمار الفريق يعني احنا بنتكلم على فريق قدامه عشر سنين يلعب فإذا الفرقة الحمد لله رب العالمين كنا نتمنى الفوز آه كنا نتمنى الفوز كنا أقرب الفوز آه أقرب من الفوز ينقصنا خبرة ينقصنا خبرة لأنه اللعيبة كلها بدون استثناء لعيبة صغيرة يمكن إسلام حسن كابتن فريق ما شاركش هذه المباراة فإحنا كل اللي بيلعبوا لعيبة صغيرين لعيبة ينقصهم الخبرات زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت بيبقى فيه أمور في الملعب كده بتبقى زي ما بيقولوا يعني حريف في الملعب كده عندك زقة كوة شدة الحاجات دي هتكتسب آه مع الوقت طيب حراسة المرمى حراسة المرمى آه بخير بالرغم من الطيار سافر وربنا يوفقه ونتمنى له كل الخير إنما عبد الرحمن حميد وعبد الرحمن طه اللي اتنين سدين واللي اتنين صغيرين برضه واللي اتنين مع منتخبات الشباب قدوا أداء كبير جدا يعني احنا الحمد لله في حراسة المرمى عندنا مستقبل مصر طيب إيه اللي ينقصنا يا كابتن عشان نكسب ينقصنا الصبر على هذا الفريق الصبر نادي الأهل يختار الطريق الأصعب وهو بناء فريق شاب يحصد البطولات وهو بيتبني وده أمر صعب خدنا كاس مصر السنة اللي فاتت بهذا الفريق وخدنا بطولة أبطال الكقوس وكنا الأقرب في السوبر الأفريقي ولكن لم قدر الله ما شاء فعل وزا ما حضركم شايفين مباراتنا مع نادي الزمالك دايما بتبقى فيها ندية يعني معنا كده الفريق بالرغم من هو شاب ولكن فريق يمتلك يعني إمكانيات فنية عالية جدا الصبر على هذا الفريق وأنا أتصور إن شاء الله أنا أتصور أتمنى لهم أتمنى لهم التوفيق لأن أنا عارف حجم الجهد المبزول وعارف حجم يعني اللعيبة قد إيه مقدرة المجهود اللي بيبزل مقدرة إن هي عايزة مش بس المجهود اللي بيبزل من هما بيبزلوه لا ده هما عايزين يسعدوا جمهورنا دي الآن وكل حواراتنا معاهم ولقاءاتنا معاهم بعد المباريات كل كل الكلام كانهم هما يعني متفقين ولكن ده مش اتفاق ده إحساس تفقوا في إحساسهم إنه عايزين نرد جمهورنا دي الآن وجمهورنا دي الآن الحقيقة فعلا بيسانتهم ومعاهم حتى النهاية وإن شاء الله ربنا يكرمهم ويكللوا ببطولة أو يكلل نجاحهم بمكسب الدوري السنة دي إن شاء الله اشتركوا في القناة